وفي السياق انتقدت الأمم المتحدة ضعف استجابة الحكومة العراقية للدعوات إلى مسألة قتلة المتظاهرين وخاطفهم مؤكدة أن التحقيقات لم تتجاوز مرحلة التحري وطلب تقرير أممي بغداد بمضاعفة جهود المسألة الجنائية عن قتل المتظاهرين واحترام الممارسة المشروعة في حرية التعبير بالإضافة إلى إيجاد بيئة آمنة للناخبين والمرشحين والمسؤولين الانتخابيين من جانبه قال الاتحاد الأوروبيين القتلة يتحدون الدولة ويهددون ويرهبون المجتمع العراقي ويخربون المسار السياسي للبلد بأسره مؤكدانا المطالبة بالإصرار على المساءلة عن جرائم القتل كجريمة إيهاب الوزن ليست دعوة فارغة ترجمة نانسي قنقر